تحت وابل من الرصاص والقصف وحدهم المدنيون من يسقطون ضحية للانتهاكات والقتل تعز المحافظة الأكثر سكانا في عساط البلاد لم تعرف الاستقرار قط منذ أن دهمت الميليشيا بقضائفها هدوء المدينة وريفها منذ أكثر من عامين وكما هي عادة الميليشيا في الحرب فلالمناطق السكانية المكتظة بألاف المدنيين ولا حتى القرى الواقعة في أقصى الريف ستكون بمنأة عن الحرب ولا ينتاب الميليشيا أي حرج في استهداف سكانها أو تهجيرهم فبعد حادثة تهجير قرى تبيشعة التابعة لبلاد الوافل في مديرية جبل حبشي قبل أشهر وجدت عشرات الأسر في المديرية ذاتها وتحديدا في منطقة ماتع والخلوى نفسها مرغمة على النزوح قصرا أيضا هذا النزوح جاء بعد حصار الميليشيا للقرى واستهداف القناصة للسكان ومواشيهم وبموازات ما ترتكبه الميليشيا من تهجير للمواطنين على الأرض ثم تشواهد أخرى على استهداف المدنيين في منازلهم بصواريخ الكاتيوشا وهو الشيء الذي حدث في عزلة العبوس التابعة لمديرية حيفان وتحديدا في قرى المكاب والدخل استمرار الميليشيا في قصف وتهجير القرى الأهلة بالسكان عدهم راقبون إمعانا في انتهاك حقوق المدنيين في ظل صمت المنظمات الإنسانية عن كشف جرائمها ترجمة نانسي قنقر